قطرتي تعملي الديو ده مين اللي تختاريه معيك ريدوان 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 ده يعني هنا احنا يعني بالنسبة لنا كان مفاجأة جميلة جدا ان احنا شفناه الجمهور المصر تعرف عليه اكتر هو عالمي ومشهور جدا برا طبعا وعمل جينيفر الباز وعمل الريكي ايجليسياس وليدي جاجا يعني حد كبير طبعا وهو عمل ديو مع تريو كمان مع محمد رمضان ودي كانت اول اللقاء بينه بين الجمهور المصري طبعا هو زعل والمغربة زعله وحصل قلق شوية انت كنت حضرة شفتي القلق ده ازاي وشفتي يعني طبعا انا مع المغربة طبعا انهم ممكن يبقوا شوية زعلانين على النجم بتاعهم فكلميني عن الاستقبال لريدوان في مصر شفتي ازاي وكلميني عن اللي حصل معي مع محمد رمضان شفت الاغنية التريو ده ازاي انا مشكلة انو ردوان صديقي ومحمد رمضان صديقي وبحبهم الاثنين يعني وبالعكس احنا اجتمعنا لما اجيت انا يعني مجتمع مع محمد رمضان في دبي وكمان ردوان وجستو بيجوني عالبيت ويعني بنلتقى في اكتر منا فهم الاثنين اصدقائي واحنا انا جيت قابلي يومين من المهرجان للجونة وكنا طول الوقت مع بعض وبالعكس الاجواء جميلة وكل حاجة بينهم وبيننا ونطلع وكل حاجة انا مش عارفة حصل ايه مش عارفة اذا هو المهرجان نفسه اللي عمل غلطة وما قدمش الاغنية دي لانه دي اغنية المهرجان فاغنية المهرجان لازم اول شيء كن تقديم للاغنية لانه في اليونيفورسل هما جايين هما اللي عاملين الاغنية هما جايين ودي شركة عالمية فبتصور انه التقديم كان غلط لا يليق بالاغنية كلها وكل الشغل اللي انشغل على الاغنية العالمي كان لازم له تقديم لائق اكثر ده اول حاجة وثاني حاجة انا انا اكيد استغربت انه محمد رمضان انه ما قدمش الفنانين اللي معاه اللي هو ردوان اللي هو المنتج الاغنية وهو اللي العامل الاغنية وكمان نعمان اللي هو فنان مغربي معروف جدا بالمغرب هما محبوب جدا فانا مش عارفة هل هي كمان مثل ممكن تحصل انه زلة لانه هو فوق المسرح يعني هو شاف ان فيه غلطة حصلت في البداية بس هو مفروض يصلحه في النهاية ممكن ما انتبهش يعني هو بيكون كان في الكواليس ما كانش قدام المسرح وممكن مع انه هو قدام المسرح ومش عارفة ممكن يكون ناسة او راحت من باله ومش عارفة انا حصل ايه لانه حقيقة انا ما تكلمتش مع الفنان محمد رمضان بس ان شاء الله يعني ان شاء الله انه الموضوع ده يخلص بينهم طب انت شايفة ايه اللي يعمله محمد رمضان عشان يصالح ردوان وجمهور المغرب اللي زاع اليوم الافتتاح هو قادرة هو قادرة محمد رمضان ما قادرش اقول انا ايه لازم يعني بس انت عارفة المغربة ايه اللي يرضيه لا يعني هو ممكن ايه ده يحط ده زعلانين بيبعتولي انا زعلانين انا اول واحدة قدمت ردوان على الانستجرام والسوشال ميديا وحييت ورحبت بيه في مصر وقلت احنا مبسوطين بوجوده في مصر هو مع الاسف حصل الموضوع ده يعني حقيقة موضوع شوية اكيد في زعل بس ان شاء الله القلوب تصفى يا رب ان شاء الله احنا بنتمنى واحنا ما نقدرش نزعل طبعا اهل المغرب ولا ردوان وانا اول واحدة بالليل قبل الحفلة نزلتهم ورحبت بيهم ودلعتهم على السوشال ميديا ويعني استقبلتهم احلى استقبال وبتمنى من محمد رمضان ان هو يعمل حاجة ترضي الجمهور المغربي واهل المغرب ان شاء الله وبتمنى كمان ان انا شوفك معارضهم الجونة اللي جاي عاملين دويته حلو انتو الاتنين ان شاء الله توني رب